السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل المتابعة الكرام. ازمة فيلم اصحاب والعز والفنانة مونة زكي. رأي الفنان عاد الامام في فيلم اصحاب والعز. وده اللي هنتكلم عليه في الفيديو اللي معانا النهاردة. وهنتكلم كمان على رأي ابنة مونة زكي في الفيلم وفي والدتها مونة زكي. وكمان عندنا رأي الفنانة حنان تورك في فيلم اصحاب والعز وفي صديقتها آآ مونة زكي. الفنان عاد الامام حاب يقول رأيه في فيلم وكمان في بعض من الممثلين الكتير جدا. قال ورأيهم في الفيلم وفي ناس معترضة وناس آآ قالوا ان الفيلم من احسن الافلام اللي اتعرضت واداء مونة زكي من احسن آآ الاداء اللي قدته في كل اعمالها الفنية. بالنسبة كمان للفنانة حنان تورك وهي قالت آآ لرغم ان هي فترة كانت صديقة مقربة من الفنانة مونة زكي. قالت رأيها بكل صراحة على الانستجرام وعلى الفيسبوك. قالت رأيها في مونة زكي وفيلم اصحاب والعز. آآ بالنسبة اللي آآ قالت ان هي الفنانة مونة زكي مكانش ينفع تعمل فيلم زي ده لان الفيلم ده ما يلقش بمشوارها الفني وكمان في حاجات مخالفة لمجتمعنا العربي ومجتمعنا الشرقية. فيه ان الفيلم حلو جدا ولو اتعرض الفيلم ده علي هعمله من غير ما تردد. وكمان فيه فنانين كتير زي الهام شهين زي ما احنا ما قلنا. واليسرة كمان قالت نفس القصة واستعرب آآ الزعيم عادل امام على تصرحة. وعبير صبري كمان قالت نفس الكلام ان لو اتعرض عليها فيلم اصحاب ولا عز هتنفزه من غير كمان ما تتردد. وفيه ممثلات كثيرة حسدوا مونة زكي على الفيلم لكن الهجوم على مونة زكي كان اقوى من اي حاجة. اما بالنسبة لابنة مونة زكي ليلي لما سألوها عن رأيها في الفيلم ورأيها في والدتها مونة زكي قالت ان هي معجبة جدا وبتفخر بوالدتها. وان الفيلم في حقائق آآ في مجتمعنا وطبعا هي شهدت للفنانة مونة زكي والدتها ان هي قدت الفيلم بمهارة عالية وقالت احنا عاملين زي النعام بنخبر رأسنا في الرمل. وده من رأي ليلي آآ ابنة مونة زكي. اما بالنسبة للفنان عادل امام فقال ان الفيلم ده رغم ان هو في افلامه وفي مسلسلاته في مشاهد جريئة بس هو قال ان برضو الفيلم اصحاب ولا اعز آآ فيلم سيء جدا وما ينفعش يتعارض وسط اسرة فيها اولاد وبنات واحفاد آآ طبعا هو اعترض على المشاهد الجريئة وكمان التشجعهم ودعمهم للمثلية. قال انا كان في آآ افلام ومسلسلات خلال مشواري الفني فيها مشاهد جريئة فعلا بس ما وصلتش للجراءة والسفالة دي. وده كان رأيي زعيم عادل امام في فيلم اصحاب ولا اعز. تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جددنا. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة